تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سنفي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوار بالتعاون مع مجموعة RM4RM في تويلر ويوتيوب ورابطة ريال مدريد رسمية في العراق في البداية منقول للجميع كل عام وإنتوا بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك حلقة اليوم بتيجيكم بعد فوز ريال مدريد على آخر ناطق الفوز اللي كان مهم جدا حتى يواصل ريال مدريد الضغط على أتلتكم مدريد المتصدر ويستنى غلطة واحدة منه مستفيد من أنه يتفوق بالمواجهات المباشرة على جميع الفرق اللي في التوب فور ريال مدريد دخل يواجه غرناطة الفريق اللي بيحتل المركز متوسط بالترتيب ضامن بقاءه وبنفس الوقت ما عنده صداع التأهل لأوروبا يعني غرناطة بيلعب بدون ضغوط ومن تجربتنا وخبرتنا في الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة الفرق هادي في آخر الدوري بتصير كل الأمور واقفة معها على أنك تسجل هدف وبتفوز مش بس أمام ريال مدريد أمام برشلون وأمام أتلتكم وأمام كل هذه الفرق في نهاية الدوري هناك فرق بالدوري الإسباني بصير تقدر تخلي المباراة فيها سهلة بشرط ما تسمح له يتقدم ريال مدريد دخل بتشكيل ممكن أوصفه بمثير للجدل لما تشوف هازارد احتياطي وجونيور أساسي دائما تسؤال هل هذه إراحة من أجل بلباو ولا تفضيل لجونيور على هازارد هذا الجواب بنعرفه يوم مباراة بلباو أيضا استبعد مارسلو نتيجة الخلاف مع زيدان إضافة لأنه أدريزول لما بيبدأ نفس السؤال هل هي إراحة ولا مارفن أصبح بالنسبة لزيدان ثقة أكبر وعلى اليمين أيضا نفس السؤال برودريغو وأسينسيو خصوصا أنه يبدو كأنه زيدان اقتنع في اللي كانت الطالب في الجماهير من أول الموسم أنه أسينسيو مش لعب أساسي وبلش كثير في المباراة الأخيرة ما يكون هو الأساسي هذه الأسئلة المحيرة مع بعض حالة الجدل والتوتر حول مستقبل زيدان حنبلش نعرف إجاباتها في الفترة المقبلة وأكيد قبل المباراة كان دائما في تساؤل شو الشكل اليوم حيكون وتبين من أول دقيقة أنه 4-3-3 فالفردي حيكون بدل مودريج ومودريج حيكون بدل كروز ومارفن هو الظاهير الأيمن في الفريق وجود مارفن على الجهة اليوم نلاعب بالأصل بحب يقدم كثير بحب يتقدم كثير طبيعته هجومية كظهير هذا معناه أنه رودريغو كان لازم يعطيه المساحة فرودريغو كان دائما يدخل في العمق أكثر ويهاجم اللي بنسميه أنصاف المساحات أي المسافة الموجود بين الظاهير الأيسر وقلب الدفاع هذا كان دور رودريغو معظم الوقت ومارفن يأخذ الجناح نفس الشيء اليسار كان يحصل نفس الشيء تقريبا لكن الفرق أنه ميغيل جوتيرز الشاب ما عم يتقدم بنفس اندفاعات مارفن هذا التحول أو الشكل ما كان ثابت 100% بعض الأحيان كان عم يغيروا الأدوار مارفن اللي يدخل بالعمق ميغيل اللي يدخل بالعمق والأجنحة ضل أجنحة ومن إحدى هذه اللقطات ميغيل دخل بالعمق وقدر يصنع الهدف الأول الهدف اللي جاء بعدما ريال ما دلت في أول عشر دقائق خلى الأمور هادية لأنه بده اللاعبين الجداد يأخذوا مراكزهم المراكز الجديدة مدرج يكون متعول على اليسار فالفرد يكون ماخد مكانه الأظهرة الجديدة كل ماخد مكانه بعدين بلش يلعبوه كانت هجمتين سريعات الهجم الأولى لبنزيمة خطيرة ثم كانت ركنية أيضا خطيرة وبعد ذلك كانت تمريرة ميغيل الممتازة والرائعة أمام مدرج مدرج اللي اليوم كان ماخد الجهة اليسرى ومطلوب منه أكثر يقدم كان عم بندفع أكثر لمنطقة جزاء ويحاول يستفيد من بعض المساحات اللي بتيحها تحرك بنزيمة وجونيور اليوم استراتيجية ريال مدريد كانت واضحة أفكاره هادي جدا فأفكاره كانت واضحة أول شي عدم التسرع والاستعجال بأنك تدخل كرة منطقة جزاء خليها تدور شوي تلعب ضد دفاع ضعيف حتلقى المساحة ثانيا المساحات كان عم بتنمي مهاجمتها بشكل حاد للغاية إما بالتمرير زي ما شفنا بالهدف الأول وبفرصة بنزيمة في أول الدقائق أو بالجري نحو المساحة لما تتوفر زي ما شفنا بهدف رودريغو الثاني هذه كانت واضحة سلاح امركز على الزيدان لأنه غرناطة فريق دائما عم يعطيه مساحات واضحة وعلى الأطراف من أفكار ريال مدريد هجومية كان دائما في التنويع مرة بيكون رودريغو هو الجناح ومارفين بيدخل بالعمق والعكس على الجهة الأخرى يعني جونيور وأيضا جوتيريس ولكن هذا التبادل كان ممكن يتغير بلحظة وبتلك اللحظات كانت تصير عناصر المفاجئة زي ما شفنا مثلا بهدف أودريزول لما دخل في العمق في الناحية الدفاعية ريال مدريد ما كان معني كثير بالاحتكاكات البدنية ما كان عم بيحاول يأخذ الكرة بمواجهات واحد لواحد كان عم بيعتمد أكثر على التنظيم الدفاعي تابعه المنظم ما بين خط وسطه خط دفاعه خط هجومه وبنفس الوقت عودت أكبر عدد ممكن من اللاعبين ربما باستثناء كريم بنزيمة ببعض المواقف لكن كان يعود لما يحس أنه الفريق طول تيستعيد الكرة ولما يرجع هذا الفريق كان مواضحة استراتيجية ممنوع أطراف غرناطة تواصل مع العمق وبالتالي يتم معزلهم على جهة من الجهات ويتم إغلاق زوايا إطل عرضيات الخطيرة عليهم فيصبحوا قليلين الحدة تصبح محهم كرة لكن من دون حيلة وبنفس الوقت ريال مدريد كان عم بيمنع غرناطة من أي ارتداد سريع من الدفاع للهجوم إما بالضغط العالي أو بارتكاب بعض الأخطاء التكتيكية مباراة كانت راحل ريال مدريد ربما باستثناء بعض الدقائق شفنا المباراة لفترة شعرنا أنها محسومة من الشوت الأول وهذا طبيعي زي ما حكيت في البداية الفرق اللي ما بتعود عنده شيء تقتله سجل فيها هدف بآخر أسبوعين بالدوري الإسباني حتى هزمها هذا واضح ومعروف وهذا لازم الكل يتعلموا الآن وحنشوفه ونلحظه بآخر جولتين حسمات في الدوري الإسباني في لحظة من اللحظات زيدا نحس المباراة حسمت غير عمل تبديلاته كلها مباشرة تقريبا وهون أعتقد تسلل ريال مدريد شيء بيشبه لتسلل اللي برشعرنا في المباراة الأخيرة أن الأمور محسومة وإحنا هنفوز اليوم وهنا جاء هدف غير ناطا يأخذ لريال مدريد في هذه اللحظة قوته الذهنية ردة فعله القوي جدا ما شعر بتوتر ضغط حسم الأمور أكثر وأكثر ردة فعل ممتازة بتأكد بشكل أو بآخر أنه زيدان ما زال قادر يتحكم بجو وذهن هذا الفريق من الواضح أن ريال مدريد بيملك موهبة أخرى شاب يمكن الرهار على المستقبل بعد ما تأكدنا من بلانكو شفنا فائدة مارفين في كثير مباريات اليوم ميجيز في أول مباراة له عم يبدأها بشكل أساسي عم بيعطي قيمة تقنية مهمة جدا بالتمرير بالثقة بالنفس بالهدوء وأيضا باللعب بكرة وبدون كرة لعب ممتاز كلعب شاب لازم يختبر أكثر لازم ياخد وقت أكثر لكن أعتقد يستحق فرصة احتياطي لمندي في الموسم المقبل بما أن الكلام عن فروج مارسلو أصبح مؤكد انتهى لقاء اليوم فاز في ريال مدريد طبعا ولكن يبقى لقاء بلباو هو المؤشر الأخضر عند كتير ناس أعتقد عند مدريد وعند مدريد الآخر يعني من الريال وأتلتكو الاثنين عم يستنوا نتيجة ريال مدريد مع أتلتك بلباو أعتقد سميوني يراهن بكل شيء أنه هذا اللقاء ممكن يكون هو اللي بيهديه اللقب وريال مدريد براهن أيضا بنفس الشيء لو هزم بلباو ربما أتلتكو يتعثر في إحدى المباراتين الضيلات وهو يتوج باللقب نوصره النهاية حلقة سلبي مدريد بذكركم تتركوا نراك على الفيديو وتشتركوا بقناة سلبي سبورت على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله